التربية الوطنية سيد محمد داود أهلا بكم شكرا على استدادة شكرا لتلبيتكم التعوى إذن اليوم الوزيرة نورية بن غبريت تحدثت عن توصل لصيغة النهائية الأخيرة لمثاق أخلاقيات المهنة وحسب ما صرحت به الوزيرة نورية بن غبريت فإن في 8 نقبات وفقت التوقيع على مثاق أخلاقيات المهنة لو تحدثنا عن الصيغة الأخيرة التي تتحدث عنها الوزيرة هل ربما ما هي التعديلات أهم التعديلات التي أجريت على هذا المثاق بالحق هذا المثاق قبل أن تحدث عن مضمون هذا المثاق لابد من توضيح شيء أن المدرسة الجزائرية تعاني من كثير من الاختلالات نجد على سبيل المثال تصرب المدرسي الكبير الذي يعاني منه شبابنا وأبناؤنا هناك العنف داخل وفي المحيط المدرسي بمعنى أن هناك سلوكات غير مقبولة تجرى في المدرسة ثم أن هناك العديد من الممارسات تدعو إلى عدم تحمس للدراسة يعني تخلي عن دراسة وهي مشاكل نستطيع أن نلخصها في مقولة واحدة وهي فقدان القيم أو أزمة أخلاقية فالمدرسة الجزائرية يصبح تعاني من أزمة أخلاقية كبيرة وهذا المتاق اختراح من وزارة التربية لإعادة الاعتبار لهذه القيم وهي قيم مشتركة بالمختلف فئات الاجتماعية التي تنتمي إلى ما يسمى بالجماعة التربوية وهي كالتالي التلاميذ المربين الإدارة أولياء التلاميذ والنقابات أو الشرك الاجتماعي فهذا المتاق جعل ليعيد النظر ويعيد الاعتبار لهذه القيم التي فقدناها وهي كثير يعني قيم النزاهة الاحترام المتبادل الكفاءة القدوة إلى غير ذلك من القيم التي أصبحت مفقودة في مدارسنا والنقابة تشارك معنا في إطراع في هذا المتاق لأنه قدم للنقابة على أساس أنه مشروع والنقابات 8 نقابات شاركت في إطراع هذا المشروع طبعا هناك نقابتان رفضت عدم المشاركة وعدم التوقيع وإحنا قلنا من البداية لماذا في رأيكم رفضت هذه النقابات التوقيع على هذا المثاق يعني لم تقدم تبريرا مقنعا إنما نحن قلنا من البداية على مساوى الوزارة أن المشاركة والتوقيع على مثل هذه الوثيقة يكون طواعية أكيد يعني طواعية وبصفة طبيعية حتى أن المثاق هو ربما عملت تطوعي كما قالت الوزيرة يعني المشاركة والتوقيع تكون بشكل طواعي ليس يعني لا يكرهها في أي شيء ولأن المثاق يمص حتى يعني جمعية أولياء تلاميذ يعني فالمثاق هو يشمل كل الفئات وليس النقابة لوحدها بما أنكم تتحدثون أو بما أن الوزير اليوم صراحة قال بأنه تم التوصل إلى صيغة أخيرة لهذا المثاق أكيد أنتم على طلاع ما انفحوا المثاق قبل تغييره وما هي ربما التعديلات التي أجريت على هذا المثاق يعني في الحق لم تجرى تغييرات جوهارية إلا بعد القضايا التي تم فيها سؤال الفهم لأن هناك سؤال الفهم عندما تقول مثلا السلوك الحضاري أو السلوك المتمدن يعني هناك وسيئة فهم تم تغيير كلمة متمدن حضاري مثلا لأن المقصود بسلوك المتمدن السلوك المتمدن قد يكون في القرية وفي المدينة كما قد يكون السلوك المتوحش والعنيف في القرية وفي المدينة يعني حسن السلوك متفق عليه في كل الأماكن بغض النظر عن المنطقة حتى رفعنا ولكن لا أعتقد أنه في أطراف من المنظومة التربوية ترفض ربما يكون تعطي الوجه لابد لازم يكون للمؤسسة التربوية المدرسة الجزائرية لكن ربما في بنود تغيرت من المثاق لو تتفصل في هذه البنود التي تغيرت هل هذا راجع ربما إلى تحفظ أو رفض بعض النقابات التي توقيع على هذا المثاق بالعكس هناك بعض النقابات التي أضافت أشياء لم ينتبه إليها المثاق مثلا القدوة جميل فكرة القدوة والمثالية للمربي لأن المربي هو القدوة أكيد يعني التلميذ عندما يصل إلى المدرسة ويلتقي مع المربي ينظر إلى المربي على أنه يعني كأنه يعني يعني مقدس وهذا التقديس هو الذي ينعكس إيجابا على التلميذ فكل ما يقوله المربي أو المربية فهو صحيح أحيانا يدخل حتى فاسرة مع أوليائه لتأكيد ما يقوله المعلم فيعني هناك يعني النقبات كانت شاركت بديناميكية وبفعالية كبيرة وأطرت أطرت 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 المتاق وأضافت إليه أبعاد جديدة حتى أنه ربما في البعض تحدث أن قال بأنه هذا متاق أخلاقية المهنة في النظام التربوي أعتبروه أنه شرارة الكهربائية بين الوزارة الوصية يعني وزارة التربية الوطنية والشركات الاجتماعيين حيث نقبتين رفضت الإمضاء وحتى تمانية تحفظت على مضمون هذا المتاق نتابع ربما تفاصيل في تقرير زميلة هاجر أزليلف نعود إلى التقرير وبعدها نستقبل الضيف فرحات شبخ الأمينة العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية نقبة واحدة رفضت رغم كين تسعة نعملو الثقة في هدى التسعة وبالك العشر الظاهر أن مشروع المتاق الأخلاق الهادف حسب من غبرية لاستقرار القطاع خلق أزمة شتتت صفوف الشركاء الاجتماعيين فبعد أن كسبت تسعة أصوات من أصل عشر ها هي اليوم تخسر ثاني شريك اجتماعي يضاف للصف المعارضين والرافضين رفضا قاطعا للمتاق هذا الميتاق نمضيه أو لا نمضيه لا أطار له في الميدان نحن لا نتلاعب بالمفاهيم نحن مهمتنا كنقابة هي الدفاع على المطالب المهنية والاجتماعية بالنسبة للأستاذ نحن نريد أن نحسن الظروف المهنية للأستاذ نحن نريد أن نخدم المدرسة من خلال مكانة الأستاذ ولا نسمح لإي كان أن يسيئ إليه بمفهوم أو بإيحاء أو بتعبير إلى آخره نحن نريد أن نرفضناه من حيث الشكل لأنه يستجيب لخلفيات سياسية والتي تتمثل في ربح الرأي العام ضد النقابات حتى النقابات الثمانية المتبقية لم ترضى لا بشكل ولا بمضمون نموذج الوزارة وعدلته مركزة على طريقة العمل في الميدان بعيدا عن الحقوق والواجبات التي يحددها الدستور نتكلم على مثال أخلاقية النظام التربوي وفيه وثيقة أعدة من طرف ست نقابات أيضا لها مقترحاتها ووجهت نظرها في هذا الملف وهذا رفضناه لأن الواجبات والحقوق تقررها التسريعات والقوانين نحن وثيقنا نتكلم على الأهداف منتعات المتاق المبادئ العامة لهذا المتاق ثم نتكلم على التزامات كل أطراف المنتجة منتجمع التربوية بن غبريت تسعى لتجسيد الاستقرار في المنظومة التربوية بطرحها ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار للمنظومة التربوية والنقابات تتهمها باستغلال الرأي العام وتمويهه بالميثاق أرحب بالضيفة تانية عمال التربية أهلا بكم شكرا لست عفوة العفوة كما كنا نتحدث قبل قليل مع سيد محمد داود بخصوص المثاق أخلاقية من في صغته الأخيرة هل أنتم كيف ترون هذا المثاق؟ أولا ممكن نشكره قارة النهار التي تعطينا دائما فرصة لمخاطبة أولا عمال التربية وخاصة كذلك شعب ذلك كل أولا فيما يخص الميتاق هذا هو ميتاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية لأن أخلاقية المهنة له علاقة إلا بالمهنة وهو يكون في الحقيقة جزء من ميتاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية الممكن راح يتمضى فيما بعد بين وزارة التربية وممكن مختلف النقابات فقط التي ترضي بجدير هذه فقط ممكن توضيح إن شاء الله إن شاء الله كذلك نحن تقريبا مشينا في سعي من أجل إمضاء هذا الميتاق ليس محبات ولا كده وكده وإنما بعدما لاحظنا وقلناها من قبل لو هذا الميتاق جاء منذ سنة من قبل كنا من مستحيل السبع ننضيفه لأن لاحظنا بأن رغم الأزمة الاقتصادية الأخيرة وأن الحكومة عن طريق وزارة التربية الوطنية رئيس الجمهورية استجابة في الوقت الصعب لقطاع التربية عن طريق تعليم صفر صفر ثلاثة وإن حقيقة كنا من أهم المشاكل كنا نعاني منها وهي زملائنا اللي كانوا يسمعوا بالأهلين الزوان أين حقيقة تم تكافر بهم وتقريبا مجموعة كبيرة تقريبا 135 ألف في العالم مدى الثلاث سنوات معنا تتسوى الشي اللي كنا نتكلم عنه أولا كل الزملاء الذين لم يسعفهم الحظ لأننا فنقضوا كل وزارة التربية المقبل كان فئة معطاة رمس الحظ باش يشاركوا في التكوين مثل سات الرسم التربية البدنية الموسيقى وبعض المواد حتى بعض المواد وقلك حتى اللي فاتوا 45 سنة ولكن بعد ما تم فتح المجال مباشرة بعد ستة ثلاثة 2012 مجموعة كبيرة داروا التكوين ولكن داروا التكوين دون أن يتموا ترقيتهم في استعليمات صفر صفر ثلاثة هذا سمحت لهم الفرصة للترقية وكيف لا نمشي كذلك هناك اتفاق لمضينا نحن الأوائل مع وزارة التربية الوطنية فيما يخص المقتصدين كذلك وزارة التربية عن طريق كذلك ممكن رئاس الحكومة لبت الطالب وهي بيعطاء منحة معادلة للمنحة البداغوجية نفس الشيء فيما يخص منحة التأطير منحة التأطير أين تم إعطاؤها إلى المديرين نحن الطالب بتاعنا وما زالنا ننح على هذا الطالب وهي أن تتوسع إلى زمال أنا المفتشين إلى مستشاري التربية إلى المقتصدين إلى النظار إلى مدير المدارس الابتدائية والنواب عفوا والنواب مدارس الابتدائية كذلك وكذلك ننتظر أن الملحة الآن التي أعطيت فهي ضئيلة ولكن كان الهدف تعاني الأساسي هو إقرار هذه الملحة ثم ممكن بالتنسيق وعند تتحسن الوضعية المالية للبلاد رأني متأكد بأن وزارة التربية الوطنية ووزارة التربية الوطنية الحكومة لا تبخ المعلم وكيف نستطيع أن نبخ المعلم الذي كون الصحافي مثلكم الذي يكون ممكن وزارة التربية كون رئيس الحكومة كون رئيس الجمهورية هذا المعلم يجب أن يقدم عنده القدوة الحسنة ولذلك الذي تقريبا نمشيه في هذه السعي لماذا؟ لأنه كذلك أحب أن نعطيه إشارة واضحة إلى المجتمع المدني إلى أبنائنا التلاميذ إلى كل العائلات لكي نعطيه إحنا كذلك من أجل أصحاب الاستقرار ونعطيه الاستقرار من أجل رفع مستوى بنائنا التلاميذ وكذلك الآن في هذا الوقت بالدات يجب نعتمد على العلم والمعرفة هو الأساس سيد فرحات شبخ ذكرت نقطة مهمة بما أنكم ربما الأمين العام الاتحادية الوطنية لعمال التربية في رأيكم لماذا تتحفظ أو تمتنع بعض النقبات توقيعها عن هذا المثاق؟ لأن الوزيرة اليوم صرحت تعالى قالت بأن الحكومة أبدت إرادتها وموافقتها على حل كل مشاكل القطاع في البداية في الحقيقة كانت من المفروض أن نمضي ميتاء خلاقية مهنة يوم 19 تقريبا 19 أكتوبر بين وزارة تربية وست نقبات وإنما كان نقبتين اللي في الحقيقة طلبوا من وزارة تربية الوطنية لانتظار نوع المهم ممكن رح يلتحقوا بعد مشاورة القاعدة التحهم وفي هذا الإطار لتقريبا والوزيرة لم تأخذ القرار بالموافقة ورد إلا بعد اجتمعنا معها ست نقبات ويا ولكن يقول نحن باعتبار في مكان يمضي ستة أحسن يكون ثمانية أحسن يكون الساعة انتظرنا وعطينا تقريبا مهلة مع الوزارة تربية على أساس في شهر نوفمبر ولماذا ممكن بعض الزمال يقول لماذا هذه العجلة لإمضائي في شهر نوفمبر لأن شهر نوفمبر بلنسبة الشعب الزاري وهو له القدوسية أول نوفمبر وهو تاريخ الديل على الطورة معناها كل شهر نوفمبر وهو عدد القدوسية حبينا كذلك على جال هذا الشيء اللي تقريبا تبرمج يوم 29 الزملاء كاي اللي استطعوا أن يقنعوا ممكن القيادة تحهم وممكن موفقوش وممكن وكاي البقية ما زالهم في تشاور إلى أخيره فيما يخصنا نحن الاتحادية نحن دارنا جامعة صيفية في شهر أود بولاية المسان أين تم طرح هذا المشروع مباشرة للقاعدة تعنا للقيادة تعنا لجنة تنفيذية نقابة المؤساة أين تم الإطراء تعهو ولذلك أخذ الموافقة لذلك أعطاه فوضو المكتب تعالي الاتحادية عن طريق الأمي العام لكي يتفاوض ويدر تعديلات كيف لا ما نمضيش وأن وزارة التربية آخرت باعتبار كل الاقتراحات تعنا فيما يخص التشاور فيما يخص المشاركة فيما يخص الشركة الاجتماعية فيما يخص التكفل بالمشاكل المهنية الاجتماعية عن طريق كما يقولوا جدولة زمنية لذلك تقريبا نمشينا بالنسبة لبقي الزمال نحن إلى حد الآن ننتظره لأنه لازم تعرفوا باللي ما زل نحن نقول فينا هذا المساء الآن سيكون مباشرة من هنا كان الزمال يخدمون على الزوج ونفففين للترتيبات الأخيرة لكي يكون إن شاء الله الإمضاء ونحن إن شاء الله يوم الغد سنكون من الناس اللي يمضاء حتى أن الوزيرة قالت لي ممضاش بإمكانه ستبقى الأبواب مفتوحة في حق النقابات دلنا في الخاتمة بند على أساس بأن هذا المتاق أولا يكون تقييمه بشكل زملاء يلتحقوا ويمضوا لماذا؟ لأن أبناء التريمي دولا استريسي ولو الطراز يمتري ما يقرأ شوية الباكرورية ولو ما يلتحقوا بالمؤسسة يقول روح ندير لكل لأنه ممكن أنا مخري لأغيرة أنا نظن بهذا الدفع هذا ممكن رح يعطي نوع ما استقرار هذا لا يعني بأننا نتخلى عن حقوقنا المشروعة اللي أقرها القانون حتى أنه بحديثك عن حقوقكم أكيد في حقوق وفي واجبات وهذا المثاق تحددت عن حقوق وواجبات عمال المنظومة التربوية كل الأعضاء سواء الشركاء الاجتماعيين أو أساتذة أو كل أطراف المعنية في المنظومة التربوية هذا المثاق نص عن حقوق وواجبات كيف يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تحافظ عن هذه الحقوق ربما فيما يخص نقطة مهمة أثرت يعني الجدل على الصحة الوطنية فيما يخص الاستقرار استقرار المنظومة التربوية وخاصة الأمن داخل المؤسسة التربوية طبيعة الحال فيما يخص الاستقرار داخل المنظومة التربوية طبيعة الحال إذا لم يكن هناك استقرار لا يمكن للتلاميذ أن يدرسوا وفي طمأنينة وسكينة لا بد من من التوصل والتوافق حول استقرار المدرسة لأن استقرار المدرسة من استقرار المجتمع أكيد والمسألات تعني الجميع لا تعني فقط المربي أو النقبي فهي تعني أولية التلاميذ بدرجة الأولى العائلات تعني الإدارة تعني أولية التلاميذ وهم في منظماتهم وجمعياتهم يعني تعني الجميع حتى شركاء المحليين نتحدث عن الجانب الأم بما أن المجتمع المحلي والإدارة المحلية هي المسكولة على توفيل الأم في المؤسسة الطبوية عندما نأخذ العنف مثلا العنف مسألة طرباوية وأمنية أكيد يعني تشارك فيها العائلة يشارك فيها المربي تشارك فيها وسائل الإعلام تشارك فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية يشارك فيها المسجد يعني كل معنى بهذه القضايا لأنها قضايا طرباوية وأخلاقية يعني لأن حسن السلوك يساهم فيه الجميع وطبيعة الحالة يعني الوزارة الطربية عبر مديريتها يعني الولائية عبر المدارس لأن القضية لا تعني الوزارة كجهاز مركزي فقط إنما تعني كل الفاعلين داخل قطع التربية يعني الالتزام بالواجبات الاحترام المتبادل النزاهة الكفاءة عفوا سيد محمد داود أقاطع في هذه النقطة بالحديث ربما بالإضافة إلى ما تتركتم إليه نعود إلى نقطة الأمن خاصة أنه في الأوين الأخيرة ولينا نشهد كثير حوادث عنيفة داخل العنف داخل المؤسسات التربوية اعتداء على تلميذ داخل وخارج المؤسسات التربوية هل ربما وزارة التربية الوطنية عفوا اتخذت الإجراءات لتعزيز الأمن داخل المؤسسات التربوية هذا يأكيد بشاركة مع المجتمع المحلي أولا الوزارة نظامت يوم دراسي ولكن هذا اليوم دراسي سبقته عدة اجتماعات مع الشركة الاجتماعيين أي نقابات وجمعية أولياء التلامين لدراسة ظاهرات العنف وظاهرات الدروس الخصوصية فيما يخص الأمن والعنف في المحيط المدرسي توصلت اللجنة المشاركة بين ممتل وزارة التربية والشركة الاجتماعيين إلى عدة اقتراحات ومؤخرا تم التنسيق مع وزارة الداخلية مدرية العامة للأمن الوطني واتخذوا عدة إجراءات من بينها حراسة المدارس التي فيها ضغط والمدارس التي فيها مشاكل يعني هناك ربما إذا كانت هناك إمكانية مالية أن تكون هناك كاميرات هناك توظيف لحراس يعني هناك عدة إجراءات وهذا سيتطلب هناك إجراءات عاجلة وهناك إجراءات تطلب الأخت إن شاء الله بالحديث تعالنا ربما توفير الأمن التلميذ هو بطبيعة الحال توفير أمني حتى للأستاذ أستاذ فرحات شبخ فيما يخص ربما هذه النقطة العام والأمن في الموحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة التربوية أي حقيقة أنه لو ممكن نرجع للوراء عندما كنا نحن تلميذ أظن أن المعلم والأسد له كل احترام لازم دخل المؤسسة وخارج المؤسسة وكيف لا ونحن نشارجب المعلم والأسد خارج المدرسة إذا كنا في جهة نغير جهة أظن كذلك لتوفير الأمن ليس فقط عن طريق الأمن والسرطة أنا نظن هناك التوعية لازم الآن الوقت تغير لازم نسمعوا بين أن التلاميذ وسائل الإعلام لهم دور كبير وكذلك الحوار المستمر بين الجماعات التربوية بالإضافة لأن في بعض الأحيان هذا العنف كيف يأتي في بعض الأحيان يأتي مجموعات خارج المؤسسة التربوية يوقفوا أمام المؤسسة التربوية وممكن في بعض الأحيان إما يحبوا ينحيوا التلميذ أي شيء بالسيف أو ممكن يتبلو تلميذة إلى آخره وتولي كأنها معركة عصابات أنا نظن بالحوار المستور اعتداءات على الأسد هذا هو الخطر في الحقيقة معناها اعتداء الأستاذ معناها اعتداء على الأب اعتداء الولي لأن الدور النبي يقوم به الأستاذ لذلك أنا نظن المجتمع ككل المجتمع ككل وخاصة وسائل الإعلام وأولياء التلميذ مهما يكون الخطأ تحاد المعلم لأنه نعتبر واحد من 600 ألف وشي دار يجب دائما أولا مبدئيا ما نعطوش حق للتلميذ مهما يكون ولو عنده الحق نهارا نتكلمه مع الأستاذ مع المدير أظن هنا نحطه النقاط على الحروف باش تلميذ دائما ما يلقاش في بعض الحيان تلميذ المشاغبين يلقوا دائما الفرص باش يتحاكموا مع الأسداء باش ما دمهم ما يقراش هذي من الجانب للغ كذلك أظن هناك عملية تقوم بها وزارة تربية عن طريقة الأسداء النفسانية اللي موجودين في مراكز توجيه المدرسي والمهني لدائما يدروا حصص على مستوى الموسط يجب تكتيفها وننظر كذلك عندما يكون الاستقرار لأن كله مربوط بالاستقرار لأن التلميذ في بعض الحيان نلقاهم استريسي يقولكم كما يكفينا الشيء الوقت ولو الأستاذ ما يشوفوا كأستاذ يشوفوا كأنه دروا أمباراج المستقبل تعوه ممكن لدار إدراب إلى آخره لذلك درنا عمدنا في ميتاق في ميتاق تقريبا ميتاق أخلاقيات قطع التربية الوطنية عدم ذكر كلمة إدراب عدم ذكر كلمة توقف على العمل درناها بالعاني باش يحسوا بالإطمئنان ونفس الشيء كذلك ممكن للاحظوا المدة الأخيرة هو التوظيف العشوائي نوعا ما على موسى ووزارة تربية ما عندهمش كافاءات بعض الزملاء وما تكونوش فقد الشيء لا يعطيه لذلك قلنا فيه درنا الحقوق بواجبة وركزنا عليه باش تكون في الميتاق على الأقل المبتدئين يعرفوا على الأقل ما هي البديهيات الأولية بالإضافة على القوانين الموجودة في وزارة التي تحكم وزارة تربية على الأقل يعرفوا ما هي الحقوق ما هي الواجبات ليس فقط للأستاذ للأستاذ للتلميدي للأولياء في بعض الحيان كذلك الأولياء إلى العمال المهنيين إلى الشركة الاجتماعيين معناها لليه يعني رأي نقابي ممكن نفوت الحدود يبقى دائما في إطار منظم والوسيلة الوحيدة وهي الحوار والتصالح لكل مجاكل نعم بحديثك عن نقطة مهمة فيما يخص ربما التكوين يعني الكفاءة هل تخذت الوزارة أي إجراء لتعميم التكوين في كل المؤسسات التربوية لكل الأستاذة نعم يعني الوزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى المدرسة العليا التي تكون الأستاذة عندما يعني توظف أستاذ جديد تقوم بتكوين لمدة ثلاثة سابيع في البداية ويستمر تكوين طول السنة يعني التكوين مستمر الآن كنت أنا في تناوية القبة وتناوية الرياضيات كان يوم تكويني للمفتشين تكوين مستمر يوميا على المستوى المركزي على المستوى المحلي على المستوى الولائي ونحن نفكر في استعادة يعني وزارة التربية أفكر في استعادة المعاهد التكنولوجية وهذا تبع تهمي جديد لأن أريد فقط أن أضيف أن هذا المتاق هو يعني يستلهم خطواته من نصوص موجودة نعم يعني هذا المتاق هو التذكير ببعض المبادئ حتى أنه في المتاق قال بأنه يقولوا بأنه مسؤولي القطاع مسؤولو القطاع يقولوا بأنه هذا المتاق ليس فقط يربط الوزارة بالنقابات وإنما هو يربط كل الفاعلين في المنظومة التربوية هل ربما سيد سؤال لك هل قررتم ربما أو اقترحتم فكرة أنه يكون في اجتماعات دورية مع أولياء التلاميذ مع التلاميذ لتوعياتهم اللي ربما يكون في توعية بين التلاميذ والأستاذ وكل الفاعلين سمعتنا عقب فقط فيما يخص التكوين نحن كنا من الأوائل الاتحادية الوطنة ومالطرية طبعا فيما يخص الاسترجاع المعاهد للتكوين المستمر كذلك طلبنا أن يكون تنسيقتان بين وزارة تربية ووزارة المعاهد لفتح المدارس وعلى سيدة في مختلف مراطق البلاد لكي يكون التكوين هذه فقط فيما يخص اتفاقنا طبعا مع وزارة تربية الوطنة قلنا مباشرة بعد الإمضاع ستكون أفواج أولا تذهب على مستوى مختلف الولايات ويجب هذا المدارس يصل إلى المؤسسة إلى التلميذ إلى المعلم إلى الموظف هذا عن طريق لقاءات في المؤسسة التربوية لشرح بنود هذه أخلاقية المناء لأن هذه أخلاقية المناء في الحقيقة فهو ليس مدي وهو معنوي أخلاقي بالدرجة الأولى وكذلك يجب شرحه إلى مختلف بناءنا التلميذ أنا نظن يجب أني قلتها من قبل سبل حوار والتشاور تكون هي الأساس من أجل صالح أبناءنا التلميذ ومأجل جزائرون الحبيبة نعم شكرا جزيلا لكم سيد فرحات شاوخ سيد محمد داود شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات نتمنى أنه تبادر كل النقبات بتقي على مثال أخلاقيات المناء إن شاء الله شكرا شكرا